السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة ما زالت التغطية مستمر أنظر العالم كلها بتتجه نحو أرض غزة وإيه اللي بيحصل الآن والمعارك الكبيرة وحالة السيجال الكبيرة والتحليلات السياسية يعني ما شاء الله شغال على قدم وثق في جميع القنوات العربية وغير العربية لكن إحنا عندنا الوضع مختلف بنحاول نربط الأحداث اللي بتحصل دلوقتي على أحاديث ونبوءات آخر الزمان هل اللي بيحصل دلوقتي ليه علاقة بظهور شخصيات آخر الزمان الإجابة نعم وعندي النهاردة مفاجآت كبيرة جدا انتشر في الساعات القليلة الماضية مقاطع وصور لأبو عبيدة وهو في أفغانستان زي ما بقول لكم كده والناس بتسأل امتى راح ومتى حدث هذا الأمر قد يكون هذا المقطع قديم أو ممكن إن هو يكون حديث دي مش مشكلتي وده مش اهتمامي لكن اهتمامي في العلاقة الكبيرة جدا اللي بتحصل ما بين الناس اللي شغالين في غزة وما بين الناس اللي في أفغانستان عايز أربط ليك النهاردة الأحداث يعني زي ما بتظهر قصدنا الصورة دلوقتي الملسم في وسط أفغانستان ما تيجي تبص على الأحداث بتاعة آخر الزمان هتلاحظ إن في أماكن ذكرت في الأحاديث الصحيحة مش بقول لك الأحاديث الضعيفة كمان زي الطالقان والطالقان من ناحية أفغانستان ولذلك احنا بنقول الرايات التي ستخرج والحديث المشهور بتاعها ويقتلونكم قتلا لم يرى مثله لكن برضو هيبقى فيها راية الإمام المهدي راية الهدى وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الطالقان يخرج منها راية تنصر الإمام المهدي إعلاقة الكلام ده بالأحداث اللي احنا شايفينها دلوقتي أنا نفسي يبقى عندك نظرة وسعة لتحليلك للأمور أنت فاهم إن الأحداث السياسية أو تحليلات السياسة بتطلع لك نتيجة إن كل اللي بيحصل ده شيء طبيعي وأحيانا ممكن تقول عليه صدفة مفيش حاجة بتيجي بالصدفة مفيش حاجة بتحصل صدفة خد هذه القاعدة أبدا ليه بقى اللي بيحصل أو اللي حصل في أفغانستان عشان تعرف توصل لغزة لازم تخش لها من ناحية أفغانستان اللي حصل في أفغانستان وأمريكا لما على فجأة اتنزلت عن الحكم في أفغانستان وخرجت من أفغانستان بل تركت أسلحة كسر الكلام وناس طلعت وقالت إن ده تواطئ طالبان مع أمريكا وطالبان الأمس ليست هي طالبان اليوم سمعنا هذا الكلام بكسرة لكن في نهاية الأمر مع الممارسات بقى خلاص الحكم يعتبر استتب للناس في أفغانستان بدأنا نشوف إن نفس الأفكار بتاعة طالبان الأمس هي نفس أفكار طالبان اليوم وتأكدنا إن أمريكا أنهكت وعلشان كده خرجت من هذه الأرض طيب يبقى الأحاديث بدأت هي تطفو على السطح وده درس نتعلمه فجأة أمريكا خرجت من أفغانستان فجأة الأحداث بتتغير فجأة بدأنا نشوف إن الدعاء والباحثين في آخر الزمان وبدأوا يتكلموا عن الطالقان حديث الطالقان ده كان مستخبي من الظاهر بدأوا إن هما يتكلموا عن الطالقان وبدأنا نحاول نسأل السؤال من الرايات اللي هتخرج وهل هتخرج من ناحية أفغانستان ولا باكستان هتخرج منين بدأنا نسأل نفسنا هذا السؤال في نفس التوقيت أول ما حصلت الله أكبر الله أكبر أول ما حصلت الأحداث بتاعت غزة بدأنا إن إحنا نشوف ردود الفعل وبدأنا نسمع الناس في أفغانستان في طالبان بدأوا يقولوا إيه؟ بدأوا يتكلموا إيه؟ فلاقينا الخطاب وكلنا سمعنا البيان بتحرك الطالبان إن الناس تشتاق لتحرير المسجد الأقصى وأنا كلمتكم قبل كده وارجعوا الناس الأدامي اللي معانا في القناة كلمتكم قبل كده وقلت لكم إن طالبان تعتقد أنها أو أنهم أنصار المهدي وينتظرون الإمام المهدي وناس بس أنا مش هحدد ناس عرضت نفسها ودي عايزة حلقة مستقلة ناس عرضت نفسها على هذه الفكرة وعرضتها وبعد كده هوت رجعوا اتفقوا معايا في هذا الكلام من غير محدد أسماء قنوات معينة إذن الناس اللي في أفغانستان الآن بنقصين الرايات الراية المنتظرة أنصار الإمام المهدي بدأوا يتجهزوا بدأوا يظهروا طبعا ممكن واحد يقول لي بأنت كده يا شيخ بتقول إن طالبان هم أنصار المهدي أقول لك لا لا أو آه في نفس الوقت وارجع للتفاصيل ارجع للحلقات بتاعتي عشان تفهم لأن ده شرح طويل يعني لا يتسع المقام لذكره إذن إحنا في مرحلة خطيرة جدا تواصل المتحدث والناطق الرسمي باسم الأبطال مع الناس في أفغانستان بين قصين المكان اللي هتطلع منه الرايات بيقربك من الأحداث وبيفهمك إن الأحداث مش بعيدة عن بعض وبيفهمك إن تحليلات السياسة ملهاش أي لازمة وإن الأحاديث قادمة وإن النبوءات بتتحقق وإن الأحداث فيها توازي عجيب جدا فجأة هتلاقي أفغانستان الناس الأحداث اللي شغالها هناك ربطت بإيه بالأحداث اللي شغالها في غزة يعني أنا متأكد إن الصورة اللي إحنا عرضناها ليكم ديت والمقطع ده أو المشاهد اللي إحنا عرضناها ليكم ديت الناس كتير هتتفاجئ إيه اللي جايب أبو عبيدة ومودي هناك ناحية أفغانستان علشان تفهم إن الأحداث مترابطة أيها الأحباب بارك الله فيكم بفكركم لإن الناس بتسألنا عن القناة اللي على التيك توك والقناة اللي على الفيسبوك والقناة اللي على التليجرام الروابط كلها موجودة وخش وشارك ودعم بقوة وساندنا بقوة في معركة الوعيش الكبيرة لإن إحنا التضييقات كلكم تعلموا حجم التضييقات بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر